السلام عليكم و أهلا وسلام فيكم في قناة ناصر Gamer Zone مثل الصايم بانتظار أداني المغرب كل لعبين الأكس بوكس عم بستنوا إعلام مايكروسوفت عن الدفعة الأولى لألعاب الجيم باس جديدة لشهر 6 من عام 2024 بس للأسف بدل ما نشوف أخبار عن الألعاب الجديدة عم نشوف أن مايكروسوفت كشفتنا عن الألعاب اللي رح تغادر الجيم باس في منتصف شهر 6 إي يا شيخ إي يا شيخ إي بقى يا شيخ ربنا يهد المفتار يا شيخ رح نشوفوا غادر الخمسة من ألعاب الجيم باس سواء كان الإكس بوكس أو الكمبيوتر واللي كلهم رح يطلعوا من الخدمة يوم 15-6 إن شاء الله أنا في هذا الفيديو رح أكي فيه تفاصيل خفيفة لطيفة عن هدول ألعاب اللي ممكن أنه أنصحكم يكنوا تستغلوا الوقت القليل الباقي لألهم وتلعبوهم قبل ما يغادروا الخدمة بس قبل ما نبلش هرية لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل شي في عام الألعاب عموما وإكس بوكس خصوصا فخلنا نبلش باللعب الأولى واللي هي لعبة هايون لايف إذا أنت كنت من الناس اللي بيحب المسلسل الكرتوني ريكان مورتي وبتحب الكوميديا الوسخة والسودوية اللي فيه فهي اللعبة رح تعجبك على الأكيد لأنها من تصميم مخرج المسلسل جاستن رولند لعبة هايون لايف هي لعبة فرس بيسن أكشن شوتر بتضعنا فيه شخصية مراهق فيه مهمة لحماية الأرض من غزو مخلوقات فضائية واللي بدهم يخلوا سكان الأرض يصيروا سقائر حشيش ليلهم الواحد له شخصيته وكيانه بالإضافة طبعا إلى الاختلاف الجوهر فيهم في طبيعة الرصاص والقضائف بالإضافة إلى القدرات الخاصة اللي رح تميز كل واحد عن الثاني لعبة هايون لايف هي بتركيز المترو دفينيا فحيث هنا شخصيتك رح تكتسب مهرات وقدرات جديدة خلال تقدمك في اللعبة وقصة اللعبة الأساسية واللي رح تخليك قادر أنك أن تتستكشف أماكن ما كنت قادر على استكشافها والوصول لإنها سابقا وبالإضافة إلى القتال والمعارك النارية رح تواجه برضو تحديات بلاتفورمينغ والغاز بيئية واللي جزء منها رح يكون مرتبط بالقصة الأساسية والجزء الثاني عشان يتلاقي الكولكتابلز والتجميعات المختلفة واللي صدقوني لما أحكي لكم إنهم اكتار لعبة هايون لايف على الرغم من إنها اللعبة رائعة بس للأسف مشكل الناس رح يحبوها بسبب متل ما حكيت إنها بتركيز على الكوميديا الوسخة والسودوية واللي رح يخليها ممكن تكون مزعجة لبعض الناس اللي ما بحبوا هذا النمط من الفكاهة في حال حبيت تعرف أكثر عن لعبة هايون لايف فبتقدر تحضر الريفيو تأتي وتشوف شو رأي كان في هاي اللعبة واللي هاي الريفيو عنها الأكيد رح تعطيك معلومات أكثر عنها في حال كان عندك فضول اتجاهها لعبة هايون لايف رح تغادر الجيم باس يوم 15-6 وفي حال حبيت إنك أنت تلعبها فختمك للقصة رح يأخذ منك ما بين 8 إلى 10 ساعات لأكثر بس إذا كنت بدك تختم كل الـ achievements اللي فيها فبدك ما هو قريب 25 إلى 30 ساعة واللعبة الثانية هي لعبة Space Lines From The Far Out واللي هي لعبة إدارة بتركيز الروغ لايك رح تكون مسؤول في لعبة Space Lines From The Far Out عن خطوط سفر في الفضاء بحيث إنك أنت رح تكون مسؤول عن إدارة العمليات المختلفة اللي فيها واللي رح تكون طبعا تتمثل في تحديات مختلفة واللي رح تكون متغيرة بشكل عشوائي رح تقدر تلعب لعبة Space Lines From The Far Out مع ثلاثة من أصحابك بحيث إنكم رح تتعاونوا مع بعض في إنجاز المهام والوظائف المختلفة طبعا مع تركيز عنصر الروغ لايك في هاي اللعبة ففعالية ممكنك أنت تلعب اللعبة 100 مرة وما رح تلاقي رحلة فضائية بتشبه التانية بسبب إنه كل رحلة رح تكون مميزة سواء كان من نشاطات الركاب وطلباتهم أو حتى المخاطر الفضائية بالإضافة إلى حالات الطوارئ اللي رح تصير على ظهر السفينة رح تكون قادر إنك أنت تشري أكثر من سفينة وتبدل ما بينهم حسب اللي أنت شايفه مناسب بالإضافة رح تقدر إنك أنت تطور وتعدل على أنظمة معدات السفينة تعتك واللي رح يخلي رحلاتك المستقبلية تصير أفضل وتضمن إن المشاكل تكون أقل وبالتالي رضا الركاب يصير أحسن لعبة Space Lines From The Far Out رح تغادر الجيمباس يوم 15-6 وطبعا بما إنه ما في قصة بالمعنى الحرفي اللي منقدر نحكي إنه إحنا منقدر نختمها فمشان هيك وقت اللعب رح يكون مفتوح بس في حال حبيت إنك أنت تختم كل الأتشيفونس اللي فيها فبدك ما هو قريب التلاتين ساعة عشان تقدر تعمل كل إشي بتطلبه هاي الأتشيفونس واللعبة التات هي لعبة Bramble The Mountain King واللي هي لعبة أكشن مغامرات من العب فيها بشخصية طفل بانطلق في نص الليل للبحث عن أخت اللي كانت مختفية واللي بعدين بلاقوا حالهم على القانين في الغابة وبصير بدهم يلاقوا طريق رجعتهم إلى المنزل لعبة Bramble The Mountain King على الرغم منها بتصنيف الأكشن مغامرات بس رح تشوف إنها بتحتوي على بعض عناصر الرعب والخوف بسبب إنها بتضع أصدقان الأطفال في بعض المواقع المخيفة واللي هي مأخوذة من الأساطير والخرافات الإسكندنافية رح تشوف إن لعبة Bramble The Mountain King رح تأخذك إلى مناطق وأقسام مختلفة واللي رح تشوف إن بعضهم يحتوي على الغاز وتحديات بلادفورمينغ بشكل أو بآخر بالإضافة إن رح تكون فيها مواجهات مع بعض الأعداء واللي ممكن نعتبرهم إنهم مثل البوسز فعليا لعبة Bramble The Mountain King لما لعبتها خلى تصير عندي فضول وحب الطلاع على الأساطير والخرافات الإسكندنافية واللي من الواضح إن الأهالي بحكوها لأولادهم عشان يخوفوهم مثل ما كانوا أهلنا بيخوفونا من أبورج المسلوخة بس بقدر أحكي من بعد ما قرأت في تفاصيل هاي الخرافات والأساطير الإسكندنافية حكيت يا محلاء أبورج المسلوخة بالمقارنة مع بعض الشغلات والقصص المخيفة اللي قرأتها واللي خلتني أفهم ليش نسبة الانتحار عالي في الدول الإسكندنافية لأنه من الواضح إنهم مسكين بطلعوا معقدين من هاي القصص والأساطير بايخة أنا بكل أمانة بنصحك إنك أنت تتلحق حالك وتلعب لعبة Bramble The Mountain King قبل ما تغادر الجيم باز لأنه بكل أمانة تحفي ولا أحلى وفي حال حبيت تعرف أزيد من التفاصيل عنها فبتقدر تحضر الرفيوتات اللي موجودة في قناتي طبعا في حال إنك أنت حبيت إنك تلعبها فرح تقدر تختمها خلال فترة ما رح تأخذ منك أكثر من خمس ساعات بس في حال حبيت إنك أنت تختم كل الاتشيفانس اللي فيها فبدي أحكي لك شغلتين والهم إنه أنا أولا عامل دليل لهاي اللعبة فبتقدر تحضر وتمشي معي وتحصل على أغلب الاتشيفانس اللي موجودة في هاي اللعبة والشغل الثاني واللي هي إنه لعبة Bramble The Mountain King بتحتوي على أزنخ نواع الاتشيفانس واللي بتطلب منك إنك تختم اللعبة بدون ما تموت ولا مرة فمشاني كده بهمك موضوع تختيم كامل الاتشيفانس لألعابك فأنا بنصحك إنك أنت تتقدم في حذر في هاي اللعبة لأنه هاي الاتشيفانس أتوقع إنها رح تكون صعبة ويمكن ما رح تقدر تحصل عليها لعبة Bramble The Mountain King رح تغادر الجيم باسيون 15-6 ورح أرجع أحكي بأتمنى منكم كلكم إنكم تلعبوها قبل ما تغادر الخدمة وعلى الأكيد إن شاء الله ما رح تندموه واللعبة الرابعة هي Roan Factory 4 Special واللي هي لعبة RPG واللي هي فعليا نسخة الريماستر للعبة Roan Factory 4 اللي نزلت للـ 3DS في 2012 رح تشوف كوليكشن وماكس من عناصر جيم بلاي مختلفة في لعبة Roan Factory 4 بحيث أنها بتحتوي على زراعة واستكشاف دنجنز وقتال وحوش وبوسز وصيد سمك بالإضافة إلى إمكانية الزواج يا رجل اختشي عين رح تكون قادر على عمل الكرافتنج للعديد من الشغلات والمعدات والأسلحة واللي طبعا رح تقدر تستعمله في أقسام اللعبة المختلفة سواء كانت المعارك أو الزراعة أو حتى صاد السمك بالإضافة طبعا إلى الطبيخ لعبة Roan Factory 4 هي من العاب الـ RPG الكلاسيكية واللي أتوقع في حال كون شخص بتحب العاب الـ RPG اليابانية فهي من العاب اللي انت لازم إنك انت تلعبها بس في حال حبيت انك انت تختم كل الـ achievement اللي فيها فرح يحتاج منك الأمر ببين 300 إلى 400 ساعة فمشان يقدير بالك في حال كنت بتهتم بتختم كامل ألعابك بشكل أو بآخر واللعبة الخامسة هو الأخيرة هي لعبة The Book Walker Thief of Tales واللي هي لعبة مغامرات بتضعنا في حذاء كاتب باسم أتياني كويست واللي بيفقد قدرته على الكتابة بتم ابتزازه من منظمة إجرامية لسرقة بعض الأغراض الثمينة عشان يرجعوا له قدرة الكتابة هاي الأغراض الثمينة هي أغراض وهمية في روايات وكتب عالمية واللي رح نكتشف أنه صديقنا أتيان بيمتلك القدرة على أنه يدخل في الروايات ويتحرك في عوالمها واللي رح يساعد وهذا الحكي على أنه يسرق هاي الأغراض الثمينة مثل مطرقة ثور بالإضافة إلى Safe Excalibur وغيرهم من الأغراض لعبة The Book Walker Thief of Tales رح تنلعب بالمنظور في فيرس بيرسون لما تكون خارجي الروايات بس بمجرد ما أنك أنت تدخل جو الرواية رح تتحول إلى منظور الـ Isometric Top Down واللي رح تشوف أنه أقرب ما يكون لألعاب الـ Point and Click طبعا صديقنا أتيان رح يكون قادر على استعمال حبر سحري عشان يقدر يغير بعض العناصر والأحداث في الرواية اللي هو فيها عشان يقدر يتلعب بالأحداث ويفتح فرصه إمكانيات جديدة عشان ينجز المهمة ويسرق الغرض اللي هو جاي عشانه وبالإضافة إلى هاي للغاز والتحديات المختلفة رح تشوف أنه لعبة The Book Walker Thief of Tales فيها قتال ومعارك واللي رح تكون مبنية بطريقة القتال عبر الأدوار لعبة The Book Walker Thief of Tales هي لعبة يمكن ما رح يقدرها إلا الناس اللي بحب النمط هاد من الألعاب اللي فيها تركيز على للغاز والتحديات اللي رح تخليك تفكر خارج الصندوق بشكل أو بآخر لا بد The Book Walker Thief of Tales رح تغادر القيب باسيو 15-6 وفي حال حبيت أنك أنت تلعبها فرح يحتاج منك الأمل لختم القصة ما بين 10 إلى 15 ساعة وبرضه بتقدر تحصل على كامل الأدشيفان فيها في نفس الوقت تقريبا بس رح يحتاج منك الأمل أنك أنت تكون عارف شو اللي تعمله بالضبط بس للأسف ما في كتير أدلة موجودة على الإنترنت رح تساعدك في مهمتك فمشان هيك رح يحتاج أنك أنت تلعب اللعبة أكثر من مرة عشان تحصل على كل الأدشيفانس اللي فاتتك وباقي بتكون وصلنا إلى نهاية قائمة الألعاب اللي رح تغادر القيب باس في نص شهر 6 ومثل ما حكيت في بداية الفيديو لغاية اللحظة ما زلنا بنستنى مايكروسوفت إنها تكشفنا عن الألعاب الجديدة اللي رح تنزل على القيب باس خلال شهر 6 بس أنا أتوقع أنه مايكروسوفت رح تأجل إعلان ألعاب الجيم باس الجديدة اليوم الشوكيس للإكس بوكس واللي ممكن يستغلوا عشان يعلون عن موجه هائلة من ألعاب اكتيف جين بليزرد اللي رح تنزل على القيب باس واللي إذا هذا الحكي صار أتوقع رح يكون كافي إنه يعوضنا عن فترة الانتظار الطويلة هاي ويخلينا نطلع راضيين ومرضيين إن شاء الله المهم ياريت تتخبروني في الكومنتس إذا رح تلعبوا أي واحدة منها دول الألعاب قبل ما يغادروا الجيم باس وبرضو ياريت لا تنسوني في زر اللايك والإشراك في القناة لمزيد المحتوى شاكل لكم للمشاهدة ونشوفكم إن شاء الله في فيديو محتوى ثاني متمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم